صباح الخير أعزائي تلاميذ القسم الخامس ابتدائي في الفيديو السابق رأينا معاً درس الأعداد الكسرية وتقنية الضرب والقسمة وفي هذا الفيديو سنرى بعد تمارين الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات لنبدأ على بركة الله تمرين خمسة صفحة 47 أحسب وأختزل كل ما كان ذلك ممكناً إذن لدينا 2 على 5 في 2 إذن هي 2 في 2 على 5 كما رأينا في الدرس تساوي 4 على 5 وهذا الكسر لا يقبل الاختزال 7 على 10 في 3 هي 7 في 3 على 10 تساوي 21 على 10 4 على 5 في 7 هي 4 في 7 على 5 تساوي 28 على 5 8 على 9 في صفحة 75 8 على 9 تساوي 6 على 9 6 تقبل القسمة على 3 9 أيضاً تقبل القسمة على 3 إذن 6 وتسا من مضاعفات العدد 6 على 3 هي 2 9 على 3 هي 3 في نفس الصفحة التمرين 6 2 على 3 مقسمة على 3 تساوي 2 على 3 في 1 على 3 إذن هنا لاحظوا 1 على 3 هو مقلوب 3 تساوي 2 في 1 على 3 في 3 تساوي 2 على 9 إذن هنا عندي 0.75 0.25 بحال هذه القيام هذه يخصكم تعرفوا تحولوها العدد كسري إذن ستكون محفوظة إذن مثلاً عندي الربع يساوي 0.25 النصف يساوي 0.5 و 3 أربع تساوي 0.75 إذن إذا نجزنا عمليات قسمة يعني قسمنا 1 على 4 كنجبره بالفعل 0.25 1 على 2 تساوي 0.5 و 3 على 4 تساوي 0.75 العموم هذه القيام ستكون محفوظة إذن هنا عوض ما نكتب صف فصلة 0.75 ممكن نكتب 3 على 4 القسمة تصبح ضرب والكسر الثاني كنديروله المقلوب ديالو إذن 4 على 3 مقلوبها 3 على 4 3 في 3 تسعة 4 في 4 16 إذن 5 على 6 مقسم على 0.25 نكتب 5 على 6 و قسمة تصبح ضرب و 0.25 هي 1 على 4 و مقلوب 1 على 4 هو 4 على 1 إذن هنا 5 في 4 و 6 في 1 6 إذن ما طلبوش مننا الاختزال كن كانوا طلبوه مننا الاختزال ف20 على 6 ممكن تختازل 20 من مضاعفات 2 و 6 أيضا من مضاعفات العدد 2 إذن هنا 1 على 8 في مقلوب 2 مقلوب 2 هو 1 على 2 إذن هنا 1 في 1 و 8 في 2 16 تمرين 9 أحسب وأختزل متى أمكن إذن سنحسب هاته التعابر التعابر الأول 0.05 في 5 على 2 مقسوم على 0.2 إذن هنا يجب أن أشرح لكم كيف نكتب عدد عشري على شكل عدد كسري إذن هنا 0.1 تعطي 1 على 10 لماذا؟ إذن رأينا في درس الأعدد العشرية بأن كل الأرقام قبل الفاصلة هي أرقام الجزء الصحيح وبعد الفاصلة هي أرقام الجزء العشري إذن هنا قبل الفاصلة مباشرة رقم الوحدة إذن هنا 0.1 يعني لا شيء وبعد الفاصلة هناك رقم الأعشار إذن 1 أعشار يعني 1 في 1 على 10 يعني 1 في العشر العشر يكتب على شكل 1 على 10 يعني جزء من 10 مثلا إذا رسمت لكم هنا 10 أجزاء متماثلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 ولونت مثلا هذا الجزء وقلت لكم كم يمثل هذا الجزء بالنسبة لكل شرط إذن ستقولون لي 1 على 10 يعني جزء من 10 قطع إذن قطعة واحدة من 10 قطع إذن هذا معنى العشر إذن 0.1 هي 1 على 10 يعني عشر واحد 0.2 2 على 10 إذن 2 في 1 على 10 ستعطي 2 على 10 0.3 إذن 3 في 1 على 10 يعني 3 عشر 3 عشر هي 3 على 10 كما لو لونا 3 أجزاء من ذلك الشرط الذي يحتوي على 10 أجزاء متقيسة إذن هنا إذن 0.4 4 على 10 0.5 5 على 10 0.6 6 على 10 إلى آخره إذن لنرى 0.01 إذن 0.01 هنا رقم الوحدات قبل الفاصلة الأعشار أجزاء المئة إذن هنا كما لو لونا شريطا أو قطعة واحدة من شريط يحتوي على 100 قطعة متقيسة إذن عندما نقول 1 أجزاء المئة بمعنى 1 في 1 على 100 1 في 1 على 100 أي 1 على 100 إذن 0.02 يعني 2 أجزاء المئة يعني 2 في 1 على 100 يعني 2 على 100 إذن كما لو لونا أو أخذنا جزئين من شريط فيه 100 أجزاء 0.03 3 في 1 على 100 تساوي 3 على 100 إلى آخره 0.04 تساوي 4 على 100 0.05 تساوي 5 على 100 إذن هنا إذا مشينا عاود 3 الأرقام بعد الفاصلة لما تقلنا 0.01 0.01 إذن هو جزء من الألف 0.01 وجزء من الألف جزء من الألف يعني 1 على ألف 0.00 0.02 جزئين من الألف يعني 2 على ألف إلى آخره إذن نعود إلى مثالنا إذن هنا سأكتب 0.05 على شكل 5 على 100 يعني يستحسن في 5 على 2 الكل مقصوم عاود 0.05 جزء من الألف نكتبها هي 1 على 2 عفوا 1 على 10 عدرا 2 على 10 إذن 0.02 إذن 2 على 10 إذن نكمل هنا ضرب كسران يعني بسط في بسط على مقام في مقام 5 في 5 25 و100 في 2 200 إذن مقصوم على 2 على 10 إذن لاحظوا هنا كان بدأوا بالحساب ما بداخل القوسين تكشيل إخرجنا نقسموه على الكسر الآخر إذن كنعرفوا بأن دائما القسمة هي ضرب في مقلوب الكسر إذن القسمة ستصبح ضرب والكسر الثاني كنهدروش على اللول لول كنكتبوه كيف ما هو إذن مقلوب 2 على 10 هي 10 على 2 تساوي إذن 25 في 10 150 و 200 في 2 400 أو بشكل آخر ممكن أن ننتبه أن 10 على 2 هي 5 إذن هذا الكسر يسوي 15 على 2 هي 5 لأن 2 في 5 هي 10 إذن نكتب 25 على 200 في 5 إذن 5 تضرب غير في البسط 25 في 5 105 و 20 إذن والمقام هو 200 نكمل إذن نطلب مننا الاختزال إذن قد اللحظوا بأن البسط والمقام من مضاعفات العدد 5 إذن مضاعفات الرقم 5 هي كل أعداد التي رقم وحداتها 5 أو صفر إذن نقسم 125 على 5 ونقسم كذلك المقام في نفس العدد لكي لا يتغير لنا الكسر إذن 125 على 5 تعطي 5 20 ومئتان على 5 تعطي 40 وأيضا هنا أستطيع نقسم على 5 إذن بجبهم مضاعفات العدد أو رقم 5 إذن 25 على 5 5 5 وأربعون على 5 هي 8 إذن وهكذا نكون قد اختزلنا هذا الكسر نمر إلى المثال الثاني إذن المثال الثاني هنا بين قوسين قسمة ثم الناتج هنا يعني لذي خرجنا من قسمة هذين الكسرين نضربه في الكسر 8 على 7 إذن سهلا دوك ما بين القوسين عندي 4 على 7 ثم قسمة نبدلها بضرب ثم الكسر الثاني نقلبه 5 على 6 كترجع 6 على 5 وعند نضربه 8 على 7 إذن خرج ما بين القوسين باست في باست ومقام 7 في 5 35 في 8 على 7 أيضا ضرب يعني ضرب البسطين وضرب المقامين 24 في 8 نقلبه 4 في 8 32 حتفنا 3 8 16 13 35 7 5 7 35 3 3 7 21 3 24 20 إذن هنا نشوف هو شكين إمكانية الاختزال إذن هنا هذا العدد قابل قسم على 2 لكن هذا لا وهذا قابل قسم على 5 ولكن هذا لا إذن لا 5 ولا 2 صلحين شوف 3 1 جوج زائد سعود 11 زائد 11 هذا قابل قسم على 3 لأن مجموع أرقامهم مضاعفة 3 نشوف هذا 5 4 سعود 11 11 مضاعفة 3 إذن 3 ما صلحة 10 كذلك إذن سنترك هذا الكسر بهذا الشكل نمر إلى التمرين الموالي أو إلى المثال الموالي في نفس التمرين إذن هنا عندي تسعود مقسوم على بين قوسين 4 5 3 على جوج إذن هنا تسعود قوسين هناك ضرب كسران بسط في بسط على مقام في مقام إذن 4 في 13 و 5 في 10 ثم نكتب 9 مضرب في مقلوب الكسر الثاني مقلوب الكسر الثاني هو 10 على 12 9 في 10 90 إذن وهنا 12 الاختزال ممكن هنا في هذه الحالة لأن من مضاعفات 2 وهذا من مضاعفات 2 كذلك 90 نقسم على 2 تعطي 45 و 12 نقسم على 2 تعطي 6 تمرين عشرة أنجزت عائشة عمليات ضرب وقسمة أعداد كسرية إلا أنها نسيت الرمزين رمز الضرب ورمز القسمة ولاحظت ما أضع رمز مناسب لكل عملية إذن هنا عمليات قامت بهم عائشة ولكن ستضع الضرب ورمز القسمة إذن هذا الشي اللي سنجعله إن شاء الله إذن واجب عليكم تمثلا تعرفوا واش رهدرت ضرب حسب الخارج اللي خرجنا يبنى واش ضرب ولا قسمة إذن نبدأ بالمثال الأول إذن ش سنجعله إذن ببساطة نجرب الضرب ونجرب القسمة في كل عملية نجرب هنا الضرب لاحظوا معي هنا في البسط كين 4 وفي المقام كين 4 إذن ضربنا 4 في 5 مقسم على 3 في 4 إذا ممكن نختزل بهم إذن 4 مشت مع 4 إذا كتبقى لي 5 على 3 إذن أعيد 4 على 3 في 5 على 4 تساوي 4 في 5 على 3 3 في 4 كنلاحظوا 4 في البسط و4 في المقام ممكن نختزل بهم شنو كيبقالي في البسط خمسة وشنو كيبقالي في مقام ثلاثة إذن هي 5 على ثلاثة إذن المثل الثاني نجرب عود الدرب ثم القسم 8 في أربعة تعطي 32 9 في ثلاثة 27 إذن ما كان شي عدد نختزل إذن هنا الضرب ما صلاح شفا الحالة نجرب القسم إذن 8 على 9 قسم تصبح ضرب 4 على 3 قلب ها ترجع 3 على 4 إذن داب البسط في البسط 8 في ثلاثة 24 سعود في 4 36 نلاحظ أن 24 36 من مضاعفة 4 24 على 4 6 36 على 4 9 6 من مضاعفة 3 6 على 32 9 على 3 3 إذن بالفعل القسم صلح فهد الحل إذن العملية الأولى دعت فيها ضرب والعملية الثانية قسم نشوف الثلثة والربعة إذن هنا عندي 9 على 14 وهنا 7 على نغلط هنا على 9 نتأكد إذن هنا على 9 8 إذن للحظة معي عود البسط والمقام فيهم 9 إذن إذا درت هنا ضرب إذن درت ضرب 9 وتمشي مع 9 يعني تختازل 9 في البط مع 9 في المقام نفس العدد إذن تبقى لي 7 على 14 و7 و14 يقبل القسمة على 7 إذن من مضاعفات العدد 7 7 على 7 1 و14 على 7 2 إذن خرجت لي 1 على 2 إذن بالفعل هنا ضرب إذن الثانية نبدأ بالضرب 4 في 6 24 5 في 7 35 35 و24 ما كانشو حد العدد اللي يتقسموا عليه بجوج إذن في هذه الحالة هذي نجربوا القسمة إذن 4 على 5 والقسمة تصبح ضرب و6 على 7 كنقلبوها ترجع 7 على 6 إذن هنا 4 في 7 28 و5 في 6 30 تجبهم من مضاعفات العدد 2 إذا قسمنا 28 على 2 تأتي 14 وإذا قسمنا 30 على 2 تأتي 15 إذن بالفعل عندي هنا 14 على 15 إذن بالنسبة للتمرين تينا هنا العملية الأولى ضرب ثانية قسمة والثالثة ضرب والربعة قسمة تمرين 11 ممر حدقة به 15 زليجة طول كل زليجة 1 على 3 متر ما طول هذا الممر إذن سأسهل عليكم بوضع السؤال بطريقة أخرى إذن سأقول بأن ممر حدقة به فقط 5 زليجات وطول كل زليجة 1 متر كم طول هذا الممر إذن هنا 5 زليجات وكل زليجة فيها 1 متر إذن شحرغيكون طول ديال الممر إذن هنا شنو كندير زليجة اللولى عمرتلي متر زليجة الثانية عمرتلي متر آخر زليجة الثالثة متر آخر الرابعة متر الخمسة متر ما مجموعه خمسة متر وهذه الكتابة بهذا الشكل 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 خمس مرات أستطيع أن أعوضها بالكتابة الضربية 1 في 5 إذن رأينا منذ القسم الثاني كتابة الضربية والكتابة الجمعية يعني 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 خمس مرات هي 1 في 5 إذن هنا العملية اللي قمنا بها 5 زليجات في طول كل زليجة إذن كذلك في هذا المثال سنكتب عدد زليجات في طول كل زليجة لكي نعرف ما هو طول هذا الممر إذن نجيب على السؤال الذي أعطي لنا في الكتاب إذن إذن طول الممر هو نقلنا نكتب عدد زليجات في طول كل زليجة اللي هو طولة المتر هنا 15 في 1 15 مقصو معنا 3 هي 5 تمرين 12 يمضي حيوان ثلثة عمره تقريبا نائما إذن 1 على 3 تقرأ كذلك الثلث فإذا كان يعيش ليصل عمره 30 سنة فما عدد السنوات التي يمضيها نائما إذن بدلت لكم السؤال لكي أسهل عليكم المسألة يمضي حيوان النصف عمره نائما وعمره يصل إلى 20 سنة معدد السنوات التي يمضيها نائما إذن ما هو النصف النصف والكسر 1 على 2 إذن كم هو عمر هذا الحيوان أو بالتقريب إلى كم يصل عمر هذا الحيوان إلى 20 سنة إذن 22 سنة إذن ما هو نصف 20 نصف 20 يعني 20 مقصومة على 2 نصف ديال 20 هو 10 نصف ديال 20 بحال كيف كان عرفه الضعف هي مضروب في 2 النصف مقصوم على 2 إذن نصف ديال 20 عام هو 10 سنين إذن هنا كنفهمو بأن السنوات اللي كيبقى فيها ناعس هذا الحيوان هو هي 10 سنين إذن 10 سنين شوية العملية اللي درنا إذن درنا الكسر اللي كيمت النصف اللي هو واحد على جوج في 20 سنة سنة ديال تساوي 20 في 21 على 2 هي 10 سنوات إذن بهذا الشكل كترجع المسألة أسهل بالنسبة للكم إذن هنا كذلك غد نديرو الكسر اللي كيمت لشحال كيبقى ناعس يعني ثلثة عمره في 30 سنة يعني العمر ديال اللي كيمكن يصله فإذا كان يعيش ليصل عمره 30 سنة إذن هنا يعني تقدير العمر ديال أنه 30 سنة إذن كم هو تقدير سنوات التي سيمضيها نائما إذن هنا نفسي هدين ديرو الثلاث في 30 سنة إذن الكسر في عدد السنوات اللي ممكن غد يعيشها إذن هنا للجواب على المسألة للتعطيات في الكتاب غد نديرو تلوت مضروب في 30 تعطي نحن نعرفو عدد في كاسر كنضربو العدد غير في البسط إذن يبلغ طول ذكر أحد الأنواع الدفاضع 2 على 5 طول أنثاه إذا كان متوسط طول الأنتى 15 سنتيمتر فما طول ذكر هذا النوع من الدفاضع وأيضا وضعت لكم مسألة تشبهها ولكنها مبسطة طول الأب ضعف طول ابنته إذا كان طول الابن هو 85 سنتيمتر فما هو طول الأب إذن نعلم أن الضعف يعني دوبل كنقلوله بدرجة ستدير كنضربه في جوج إذن إذا شحال الطول ديال الابن 85 طول ديال بها دوبل ديال طول ديال إذن كنديرو 85 في 2 إذن يساوي 170 سنتيمتر يعني 170 سنتيمتر إذن هنا 170 سنتيمتر إذن لاحظوا هنا عندي 85 هو الطول ديال الإبنة وهذه 2 تمثل كلمة ضعف يعني مضرب في 2 إذن هنا يبلغ طول ذكر أحد أنواع ضف 2 على 5 طول أنته بحل الجملة طول أبدع طول ابنته إذن هنا ضرب في 2 إذن هنا يجب أن نضرب في 2 على 5 ولكن ماذا سنضرب في 2 على 5 لنرى في هذه المسألة إذا كان طول ابنته هو 85 سنتيمتر هذه الجملة بحال هذه إذا كان متوسط طول أنته هو 15 سنتيمتر إذن هنا ضرب 85 في الضعف هنا الجواب على هذا السؤال يعني على السؤال دي يعني المسألة الموضوعة في الكتاب هي طول ذكر هذا النوع من الدفاضة سنضرب 15 في الكسر 2 على 5 إذن 15 في 2 30 على 5 6 إذن 6 سنتيمتر إلى اللقاء أتمنى لكم التوفيق الدائم موسيقى